اشتركوا في القناة اهلا بكم رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه يلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به ست سنوات ميلادية هي مدة انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه وطبقا للدستور لا يجوز ان يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين كما انه لا يجوز ان يشغل اي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة وينظم القانون اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية الرئيس ايضا له صلاحيات تكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضائه خلال ثلاثين يوما على الاكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب او الاقتلاف الحائز على اغلبية مقاعد المجلس فاذا لم تحصل حكومته على ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما يصبح المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل بعد اختيار الحكومة يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء المكلف اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ولرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس لرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزرية فضلا عن تفوضه بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره وذلك على النحو الذي ينظمه القانون اختصاصات الرئيس أيضا تشمل دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره ويضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين في الدستور كما يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل قوات المسلحة في مهمة قتلية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى لقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وإعفاؤهم من مناصبهم من اختصاصات رئيس الجمهورية أيضا إلى جانب اعتماد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقا للقانون كما أن لرئيس الجمهورية أن يعلن بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على نحو الذي ينظمه القانون لأن يعرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه ويكون اعلنها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثرة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب لرئيس الجمهورية كذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو على العقوبة أو تخففها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب دعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا هي أيضا من صلاحات رئيس الجمهورية وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور وإذا اجتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة واجب التصويت على كل واحدة منها ولرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم يقدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اختصاصات أخرى لرئيس الجمهورية من بينها تعيين عشر الأعضاء في مجلس الشيوخ وذلك دون أي قيد يتعلق بالسن أو الصفة أو غيرهما كما يعين النائب العام بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الذين ترشحهم جهتهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقبية بعد موافقة مجلس الشيوخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر